السلام عليكم وهذا الفيديو راح نتكلم عن فكرة مشروع ممكن ان تستخدم به الذكاء الاصطناعي واللي هو استخدام الاشعة تحت الحمراء لقياس مستوى السكر في جسم الانسان لنفترض ان هناك طبيب معين في مستشفى اراد انه يقوم بعمل جهاز قيس مستوى السكر للانسان بدون الم بدون الحاجة لاخذ الدم من الجسم فهذا الطبيب يتكلم مع مهندس كهرباء لاجل القيام بعمل هذا الجهاز استفسر منا مهندس الكهرباء شنو الاشياء اللي ممكن انه يقدر يعتمد عليها لقياس مستوى السكر يعني اكو امور معين نقدر نستخدمها كاشارة لمقدار السكر بالدم فالطبيب قل بانه الاشعة تحت الحمراء ممكن تستخدمها لتمييز مقدار السكر بالدم بالخصوص الاشعة اللي تكون طول الموجة الخاص بيها هو 940 نانو متر هذه الاشعة المميز بيها هي انه من تدخل جسم الانسان تخترق جسم الانسان وتخرج منه ما تضمح اللي بشكل كامل يعني يبطى جزء من يمه يطلع من جسم الانسان على سبيل المثال الاصبع هذا الاصبع من يتعرض لهذه الاشعة تحت الحمراء بطول موجة 940 نانو متر راح يجي للسطح ما الاصبع يدخل داخل الاصبع ويخرج منه لكن بكمية أقل بس ما يضمحه فنقدر نستخدمه من خلال المقارنة ما بين قيمته بعد الخروج من الجسم وقيمته قبل الخروج من الجسم الشغلة الثانية احنا قلنا انه هذه الاشعة تحت الحمراء بهذا الطول الموجي ما تستهلك بشكل كامل لكن شنو الشيء اللي يستهلك شنو الشيء اللي ياخذ جزء من يمها طبعا ما هو يستهلكه بشكل كامل لكن ياخذ جزء من يمها هو نسبة السكر بالدم نسبة السكر بالدم كل ما زادت كل ما تم استهلاك جزء أكثر جزء أكبر من الأشعة المدخلة أو الداخلة للجسم فنقدر نقول بأنه كل ما زادت نسبة السكر كل ما قلت الأشعة الخارجة لكن طبعاً ما تنعدل مية بالمية وأنها ما تقل وكذلك وجدوا بأنه هناك علاقة ممكن من خلالها نعرف شدة الضوء أو تركيز الأشعة تحت الحمراء الخارجة من الجسم بعد مرورها خلال الجسم وهذه هي العلاقة تركيز الأشعة تحت الحمراء بعد الخروج من الجسم تساوي التركيز الابتدائي للأشعة تحت الحمراء والذي هو هذا قبل الدخول للجسم من مصدر الضوء أو من مصدر الأشعة تحت الحمراء مضروف في Exponential مرفوع للقوة ناقص Mu-Effection L Mu-Effection هي تمثل Absorption أو الاستهلاك للأشعة تحت الحمراء داخل الجسم أو أثناء مرورها بالجسم الضوء هو الطول طول المسار اللي مر بالأشعة تحت الحمراء مثلا من هذه النقطة هذه النقطة فأكو مسار أو هذا كل ما زاد مثلا المسار كل ما أيضا أدى إلى استهلاك أكثر للأشعة تحت الحمراء المدخلة لجسم فكل ما صار المسار أطول كل ما كان استهلاك أكثر كل ما قل المخرج من الجسم مخرج الأشعة تحت الحمراء من الجسم فعلى سبيل المثال إنه المسار اللي راح يمر بالأشعة تحت الحمراء من الجهة الأعلى وجهة السفلة هو مسار ثابت نقدر نقول هذا الدي راح يكون ثابت أو الأل راح يكون ثابت فإحنا تركيزنا على الأبسوربشن واللي هو استهلاك الشي اللي يستهلك جزء اللي يستهلك من أشعة تحت الحمراء بالجسم راح نفترض أنه هو هذا نقدر نقول تأثير السكر كمية استهلاك السكر للأشعة تحت الحمراء بالجسم وهذا نقدر نعتمته كإشارة على كمية السكر طبعا هو بي أكثر من الشغلاء على سبيل المثال هو التشتت ظاهرة التشتت هي إنه الضوء يأخذ مسارات ثانية داخل الجسم مو نفس المسار الأصلي فهذا راح نهمله فالمهم نقدر نطلع كمية الكلوكوز من خلال هذا الجزء اللي هنانم من خلال معرفته يقدر يطينا إشارة طبعا هنانم أيضا راح نخليه متحسس أو مستشعر لكمية الأشعة تحت الحمراء طبعا هذا مصدر لأشعة تحت الحمراء هذا متحسس لأشعة تحت الحمراء تأتي تدخل لأشعة تحت الحمراء أو يطيك فولتس فلياس فولتية هاي مقدار الفولتية اللي راح توصل لك اللي يتمثل تركيز الأشعة تحت الحمراء الساقطة على هذا المتحسس واللي هو هذا الآي اللي هنا فأنت عندك هذه المعادلة تقدر تستخدمها لإيجاد مقدار السكر طبعا هنا هذي العملية تقدر تستخدم بيها الأوكس ميتر الأوكس ميتر يحوى عن الترانس متر أو مصدر الإشعة تحت الحمراء والرسيبر أو مستلم الإشعة تحت الحمراء وبين المستلم والمرسل راح تخلي مثلا أصب وعلى أساس راح تحصل مقدار فولتس معين وقتية معينة مثل المستلم للإشعة تحت الحمراء تنقلها للأردوين والأردوين راح يحاول إنه يستخدم هذي المعادلة لأجل إيجاد نسبة السكر بالدم وعرضها على شاشة الأرصيد الفكرة هنا أنه كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي بهذا الجزء أكو شيء اسم المعايرة انتهنا هنا من استخدمت هذه المعادلة افترضت أنه هي معادلة مثالية أو هملت شغلة تشتت الضاو إلى آخره أو تشتت لشعة تحت الحمراء بالجسم وفرضت إنه فقط هذي الاستهلاك اللي جايسة بالجسم فقط لعلاقة بالكلوكوز أو نسبة السكر بالدم فتقدر على سبيل المثال إنه شي تسوي تقرأ الآي تقرأ تركيز الضوء الساقط على الرسيبر لأكثر من شخص تسوي أكثر من قراءة آي وان آي تو زياد إلى مثلا آي أن ويكون قراءة لتركيز الضوء تقدر إنه تطلع زقيمة الفعلية لكمية السكر بالدم من خلال استخدام الجهاز التقليدي اللي هو يأخذ عينة من الدم فعلى سبيل المثال هذا مية تسبة السكر أو هنانا تسعين إلى آخر فاللي صار عدك هنانا هو إنه صارت عدك مجموعة بيانات عينات عدك هذني هن الفيتشارس المدخلة الفيتشارس وهذني إنه تريد تحاول تخلي الجهاز اللي اللي يعتمد على الشعاء تحت الحمراء فالقيم اللي يخرجها مشابهة للقيم اللي يخرجها الجهاز اللي يعتمد على الدم استخراج الدم للجسم جهاز قياس سكر استنادا إلى الدم فبهذه الحالة اللي راح تسويه هنا راح تقوم بعمل موضم نموذج على سبيل المثال ولسهولة راح نستخدم الـ Random Forest الـ RF هذا الـ RF من المميزاته هو إنهم ما يحتاج إنه تعالج البيانات بشكل كبير ما يحتاج تسوي Normalization ما يحتاج تسوي لآخرهم من الأمور تقدر تدرب هذه الخوارز 100 بحيث إنه من تستقبل i1 تقوم بإخراج مثلا 100 من تستقبل i2 تقوم بإستخراج التسعيل فهنانا أنت وكأنه هملت هذه المعادلة واستخدمت الـ Random Forest بديل لإيجاد المعادلة الحقيقية المطلوبة اللي نقدر نعممها على كل الأشخاص واللي تاخذ بنظر الاعتبار كثيرا من العوامل اللي هملناها طبعا تقدر تخلي المدخل لـ Random Forest هو مو فقط قيمة واحدة مو فقط قيمة شدة الإشعاع اللي يستقبله المستلم هذا وإنما راح مثلا هذا الشخص راح تأخذ لأكثر من قراءة بنفس الوقت قراءة أولى ثانية ثالثة رابعة جيد فعلى مودة تكون التنبؤ مالتك بالقيمة أكثر دقة لأنه أكثر من قراءة تقدر الـ Random Forest لأنه تستفيد منها لإيجاد القيمة الفعلية للـ Clucox الدم فـ Random Forest راح تستقبل أكثر من نمبر أكثر من قراءة أكثر من قراءة للشخص بنفس الوقت يعني هالقراءة الحالية أخذنا أربع عينات أو أربع قراءات للـ Inferred Ray Concentration للشخص اللي هنا بنفس الوقت بالوقت الحالي وتحاول أنه يقوم بإخراج قيمة الـ Clucox الفعلية لهذا الشخص اللي تكون مشابه هنا قيمة الـ Clucox المستخرجة لهذا الشخص بإستخدام جهاز الـ Clucox التقليد جهاز قياس الـ Clucox التقليد فهذه أحد الأفكار اللي ممكن تستخدم بها الذكاء الاصطناعي طبعاً أكو شغلة معينة أكو لأجل معرفة كفاءة الـ Random Forest هنا فأكو طريقة أكو بلوت معين هذا البلوت مستخدم مقبل المستشفيات لأجل قياس مدع كفاءة جهاز قياس الـ Clucox بالدعم واللي هو الـ Clark Grid وهذه هي الـ Clark Grid الـ Clark Grid بالتفصيل هي عبارة عن مناطق أو بلوت مقسم إلى مناطق منطقة E-C-B-A-B-D-E-C وهذا الـ اللي نقدر نقول نسبة الـ Clucox اللي تم التنبؤ بها من خلال استخدام جهازنا الجديد هنا هذا البلوت يقارن نسبة الـ Clucox المستخرجة من الجهاز الجديد مع نسبة الـ Clucox المستخرجة من الجهاز التقليدي في حاول أنه يجد الفرق فإذا كان فرق بين القراءتين كبير فرح يجعله بالـ D أو E أو C أو B نقدر الـ D أو C أو E هذن راح يكون الـ Difference كل شيء كبير بينما إذا كان أغلب القراءات الخاصة بالجهاز مالتها الـ Difference مالتها قليل قريبة جداً من التنبؤات أو القراءات الخاصة بالجهاز الـ Clucox التقليدي فراح يكون ضمن منطقة الـ A أو الـ B أيضاً مسموح بها الـ A يعني معناها الـ Difference أو الفرق يكون ما بين الـ 20% أو أقل من 20% من صفر إلى 20% بينما الـ Difference أو الفرق يكون أكبر بالـ B لكن مقبول طبيياً الباقيات غير مقبولات فإحنا نحاول من الجهاز التقوّر أو نسويه يكون أغلبية القراءات مالتها ونقارنها مع القراءات الأجهزة التقليديية تكون ضمن منطقة الـ A طبعاً هنا استخدمنا لغة R لأن الـ Package هاي متوفرة فقط للغة R اللي ممكن من خلالها نرسم الـ Clark Grid Error Grid نضمن ذني الأمور أو نقوم بتحميل المكتبات E, GA و GG Plus 2 وهنا هنا خلنا نفترض بأنه هذه القراءات اللي عندنا أولاً نقوم بتضميم مكتبة EGA و GG Plus 2 ونقوم بعمل التالي هذا مضروري نقدر نؤخره نقوم بعمل بياناتنا مثلاً هذا الـ Reference ما هو الـ Reference أن القراءات المستخرج من الأجهزة التقليديية فعلى سبيل المثال شخص اتقرأت لي بوسو السكر الخاص بي طلع تسعيم مزيلاً؟ وهذا الشخص نفسه وبنفس الوقت القراءة اللي حصلتها من الجهاز اللي تقورته يعني من خلال من الـ Random Forest مثلاً تنبؤ الـ Random Forest هو 22 مزيلاً؟ مزيلاً؟ بنفس الحالة بنفس الوقت هاي تم استخراجه نفس الشيء هنا أنا نفس الشيء هنا فراح أتمرر أول شي شنو؟ الـ Reference اللي هو قراءات الجهاز الكلاسيكي تقليلي ثاني شيء التنبؤات الخاصة بالـ Random Forest وتكون بعرض النتائج ما كانوا أمور غير ضرورية فهذه النتائج مثل ما تلاحظون هذا المناطق كل التنبؤات تكون ضمن منطقة العشرين بالمئة يعني الفرق يكون ضمن العشرين بالمئة ما بين القيم الخاصة بالجهاز الكلاسيك التقليدي اللي نقدر نقول هو أكيراً دقيق والقيم الخاصة بالجهاز مالي فهذا تقدروا تقول عنا شيء جيد فنحن نحاول شنو؟ نحاول انه دائماً القيم تكون متقاربة نحاول انه ياما نبقى Random Forest ندرب نموذج بحيث انه يطلع قيم قريبة جداً من بعضهم ما بين الجهاز مالتنا والجهاز الكلاسيكي فعلى اساس رح نقدر نقول بانه هذا الجهاز اللي طورناه جهاز عملي وكل ما خليتهم قريبات او منطقة الأي كل ما كان أبقل كل ما كانت العينات كلهم منطقة الأي كل ما كان أبقل فهذه هي الفكرة ممكن انه تحاول هسا تسويها شكراً للاستمع شكراً للمشاهدة